لم أصادف حتى الآن هذا الشخص الذي يدعو إلى الكمال المطلق ينعم في الوقت نفسه بحياة مليئة بالطمأنينة الداخلية إن الحاجة للوصول إلى الكمال تتصادم مع الرغبات في تحقيق السكينة الداخلية ففي كل مرة نتعلق فيها بالحصول على شيء ما في صورة معينة أفضل مما هي عليه حاليا فإننا نخوض غمار معركة خاسرة وبدلا من الشعور بالرضى والقبول تجاه ما نملكه فإننا نركز على ما هو خطأ في شيء ما وحاجتنا لإصلاحه إن تركيزنا على ما هو خطأ يتضمن عدم رضانا وسخطنا وسواء كان العيب يتعلق بنا مثل دولاب غير مرتب أو خدش بالسيارة أو إنجاز غير كامل أو بضعة أرطال نرغب في إنقاصها أو بعيوب غيرنا مثل مظهر شخص ما أو سلوكه أو الطريقة التي يسلكها في حياته فإن مجرد التركيز على العيب يبعدنا عن هدفنا في أن نكون رقيق القلب دمث الخلق إن هذه الاستراتيجية لا تتعلق من قريب أو بعيد بالتوقف عن بذل قصارى جهدنا ولكن الإفراط في التعلق والتركيز على عيوب الحياة إنها تتعلق بأنه مع وجود طريقة أفضل لإنجاز الأمور لا يعني ذلك أنك تستطيع أن تستمتع وأن تقدر الطريقة التي عليها الأمور حاليا والحل هنا يتمثل في إخراج نفسك من غمار الانغماس في الإصرار على أن تكون الأمور على غير ما هي عليه الآن وذكر نفسك برفق بأن الحياة على ما يرام في وضعها الراهن ومع غياب حكمك على الأمور فإن كل شيء سيكون على ما يرام ومع البدء في التخلص من الحاجة للوصول إلى درجة الكمال في كل جوانب حياتك سوف تبدأ في اكتشاف وجود الكمال في الحياة ذاتها